بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب الجيب لدينا سؤال مهم جدا ومحرج جدا في نفس الوقت هل لبريطانيا دور في تعيين مراجع الشيعة وكيف يتم انتخاب المرجع وطبعا السؤال أيضا اسمه ليس فقط بريطانيا الدول أخرى إيران مثلا أو العراق حكومة العراقية قديما وحديثا هل كان لها لهذه الدول دور في دعم مرجعية وإسقاط مرجعية أخرى مثلا هذا السؤال وجهه أحد الأخوة الأعزاء في اليوتيوب وأقرأ لكم السؤال ثم أجيب ثم نقرأ التعليقات إذا صارتنا وقت إن شاء الله يقول الأخ أتمنى منك أستاذ أحمد الكاتب الإجابة على هذه الأسئلة من هي الجهة التي تقوم بتعيين المرجعية وكيف تم اختيار السستاني كمرجع نعلا وما هي علميته وكيف أصبح مرجعا وأين محاضراته ودروسه العلمية ومن هم طلابه وما هي مؤلفاته ولماذا نحن الشيعة ليس من حقنا اختيار مرجعيتنا بعيدنا أو تبديله أو الاعتراض عليه ودمتم للإسلام خيرا طبعا الأسئلة أخرى في الموضوع هذا فقط يعني ركز على سيدي السستاني وأنا تحدثت عن هذا الموضوع في فيديو سابق فلا أريد أن أسهب اليوم في هذا الموضوع إنما الأسئلة الأخرى التي طرحها الأخوان عن دور بريطانيا أو الحكومات الأخرى في تعيين المرجعية وفي الحقيقة أنا كنت قد تحدثت في سلسلة مواضيع عن المرجعية ملف كامل لا تكتبون في اليوتيوب أحمد الكاتب ملف المرجعية ستطلع لكم حلقات عديدة حول هذا الموضوع منذ نشوء المرجعية وتطورها في الحقيقة كان أدنى مراجع مستقلين وأدنى مراجع لهم علاقات مع هذه الدولة أو تلك وتأثيرات من دول مختلفة عليهم أبرز المراجع الذين قاوموا الاستبداد وقاوموا الاستعمار في الحقيقة السيد محمد حسن الشيرازي صاحب فتوى التنباك في نهاية القرن التاسع عشر الذي عندما جاءت شركة بريطانية في أيام شاه ناصر الدين شاه يسموه واحتكرت تجارة وصناعة التبغ يعني التنباك في إيران الذي كان يشكل ذيك الأيام قبل النفط كان يشكل 20% من اقتصاد إيران الزراعة والصناعة والتجارة والتصدير وما إلى ذلك فهذا الملك اتفق مع بريطانيا بأن تجي شركة بريطانية وتحتكر هذه العملية الزراعة على الإيرانيين وعندما الفلاح يزرع التبغ يسلم لهذه الشركة لا يحق له أن يسلمه لا أي تاجر إيراني ولا أن يبيعه ولا أن يصرف فيه فهذا طبعا أثار غضب التجار الإيرانيين وشعب الإيراني بصورة عامة أنه كانت مقدمة إلى الاستعمار مقدمة الاستعمار إيران واحتلال إيران وطبعا موظف الشركة لم يأتوا بمفردهم إنما جاءوا بجيش من المخابرات والمسلحين لكي يهيمنوا على إيران هنا لجأوا إلى المرجع اللي كانت ديك الأيام اسم السيد محمد حسن الشيرازي وهو كان يقيم في مدينة سمراء في شمال العراق وطلبوا منه أن يتدخل فحاول أن يثني هذا الملك الإيراني عن هذا القرار وهذه الاتفاقية ويتراجع عنها فلم يقبل فأصدر فتوى من سطر واحد قال استعمال الدخانيات بأي شكل من الأشكال يعني محاربة الإمام المهدي المنتظر تعرفون الشيعة 12 يؤمنون بالإمام المهدي جدا فهذه الفتوى نزلت كالصاحقة على هذه الشركة والشعب الإيراني كله الفلاحين قاطعوا الزراعة والإنتاج والتجار قاطعوا البيع والشراء وألقوا بما لديهم انتبغ في السحاري وفي المذابل وحرقوها يعني فالشركة اضطرت إلى أن شو بعد ما في انتبغ أصلاً بإيران أن تلملم يعني أجهزتها وترحل وأقد كتبت عن ذلك في كتابي عندي اسمه تجربة تام في المقاومة سنة 71-72 ألفت هذا الكتاب كل رها الصغير هو ولكن تحدثت فيه بالتفصيل عن هذه التجربة تجربة الشيخ السيد محمد حسن الشرازي وثورة التنبا والحالة الثانية هي الشيخ محمد كاظم الأخند الخراساني أيضاً كان هذا مرجع يعيش في النجف وهو قاوم الاستبداد الملكي في إيران الاستبداد المطلق ودعا إلى المشروطة المشروطة يعني يكون فيه ديمقراطية يعني يكون فيه انتخابات وسلطة الملكة تكون دستورية محددة يعني مو أنه عنده صلاحيات مطلقة يروح يفعل ما يريد معذرة ويوقع اتفاقية مثل هذه اتفاقية التنباك وقاد الحركة الديمقراطية الدستورية التي انتهت بالدستور 1906 في إيران أول دستور إيراني كان هذا المرجع ومراجع آخرون في إيران كانوا وراء هذا التطور الديمقراطي في إيران هذا كان رجل مستقل ورجل قائد يعني مرجع معاصر كان عصري يعني والحالة الثالثة هي حالة الشيخ محمد تقي الشيرازي شيخ هذا مرزع يسمون ليه افتا بفتوى ثورة العشرين وهذا ايضا معروفة وايضا كتبت عنها في كتابي تجربتان في المقاومة التنباك وثورة العشرين يعني أدنى مراجع كانوا يعني فألا وطنيين ومخلصين ومعارضين للاستبداد والاستعمار ولكن في نفس الوقت طبعا كثيرون أنا لا أريد أحصيهم الآن ولا أريد أحصر فقط هلاء الثلاثة إنما كان أدنى مراجع كثيرون مستقلون وحذرون من أو حذرين كانوا من أي تدخل أجنبي في مرجعيتهم وأيضا أدنى في نفس الوقت يعني شبهات تدور حول بعض المراجع مثل سيد محمد كاظم اليزدي اللي هذا في البداية هو أصدر فتوى بمقاومة الاحتلال البريطاني للعراق للدولة العثمانية وشارك حتى في القتال كما يقولون ولكن بعد ذلك عندما حدثت ثورة النجف بعد الاحتلال بعد وقوع الاحتلال 1917 قامت انتفاضة أو ثورة في النجف تسمى ثورة النجف 1918 قبل ثورة العشرين وقمعها الاحتلال العسكري البريطاني واحتقل قادتها وأصر عليهم حكم بالأدام وهنا السيد محمد كاظم اليزدي اتخذ موقفا سلبيا من هذه الثورة ومن هذه القادة ولم يتدخل لإنقاذهم وكان يمكن بكلمة واحدة يطلب من المحتل البريطاني أن يعفو عن هؤلاء أو يسجنهم أو ينفيهم أو أي شيء مو يقدمهم ولكن هذا سيد ما ما تكلم فهناك شبه بالحقيقة ولا أنا أستطيع أن ربما عند رأيه يعني هو اجتهد بذلك الله أعلم المهم هو كانت هناك شبهة أنه متحالف أو متعاون أو متفاهم مع الاحتلال وبعد ما مات الناس انتقلوا للشيخ محمد تقل الشرازي الذي أفتى بفتوى ثورة العشرين وأيضاً عدنا شبهة دور الآن على السيد علي السيستاني في الحقيقة أنه يعني هو كيف أصبح مرجعاً وهو أفتى أيضاً هذا السيد علي السيستاني فتوى بمقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق 2003 وفتواه أذيعت مع بقية العلماء من التلفزيون العراقي وأنا سمعتها بأذني ولكن بعد أن وقع الاحتلال السيد علي السيستاني لم يصدر أي كلام أي فتوى ضد هذا الاحتلال ولو شفوياً ولو يقول نطالب الاحتلال بالرحيل سلمياً مثلاً حتى هذه الكلمة لم يقولها و فضلاً عن الدعوة للمقاومة العسكرية المقاومة العسكرية كانوا يتحججون أو يتذرعون بين مشاعب العراقي تعبان و مو مهيئة نفسياً وما عنده أسلحة حتى يقاوم ولو كانت في مقاومة من الشيعة والسنة ولكن على الحال هناك كلام حول هذا الموضوع حول أنه هل كان لبريطانيا أو لأمريكا دور في تعيين مرجعية السيد عليه السستاني والتفاهم معه بعد ذلك هذا أيضاً بالحقيقة أنا بحثته في محاضرات سابقة وممكن ترجعوا إلى ملف المرجعية وتجدون بالتفصيل كيف انتخب السيد السستاني ومن انتخبه وهل كان هناك تفاهم مع بريطانيا ومع دور مركز الخوئي الموجود في لندن اللي هو جمعية تقريباً في اختيار المراجع بعد الخوئي واختيار السيد السستاني المرجعية عموماً يعني منذ منتصف القرن التاسع عشر في الحقيقة بريطانيا كانت تهتم بالمرجعية المرجعية الشيعية باعتبارها هي دولة امبراطورية كان تحكم الهند وتحكم افريقيا وتحكم العالم بالقرن التاسع عشر فجاءت الى العراق وايران بمشروع دعم الحوزة دعم الحوزة في منتصف القرن التاسع عشر يعني بالذات سنة الف وثمامية وتسعة واربعين وقالت هناك ملك شيئي في الهند كان يحكم مملكة اودي يسموها اوال هذا اسمها غاز الدين حيدر اخر ملك من هالملوك هذه مملكة استمرت حوالي 140 سنة تقريبا من القرن الثامن عشر الى القرن التاسع عشر كان قد اقرض بريطانيا عشر ملايين روبية كانت شركة بريطانيا وهذا ملك موجود فهذا اقرضها على اساس فوائد هذا القرض تعود الى اعمال الخيرية انشأ صندوق بعد دوفاته انه ترجع الفوائد السنوية التي تدفعها بريطانيا مدى الدهر يعني الى هذا الصندوق واجعت بريطانيا وقالت بعد ما قضت على هاي الدولة طبعا وراح للملك هذا جاءت الى الحوزة وقالت لدينا اموال اموال ملك ونحن اوصيا عليه بكل يعني براءة بتحدث انه هذه اموال خلناعطيها للحوزة انتوا انصرفوا في المراجع والطلبة وجاءت بطلبة من الهند كثيرين ايضا لكي يزرسوا ويأخذوا فالعلماء في ذلك الايام ايام محمد حسن النجفي صاحب الجواهر وشيخ مرتضى الانصاري كان مرجع ذلك الايام فهؤلاء بعض علماء شكك بهاي الاموال وقال هذي اموال يعني تجينا من دولة كافرة احنا شلون نقبل من اجههم مهما كانت الحجة والغطاء فشككوا بهاي الاموال ورفضوا استلامها ولكن بعض العلماء قبل قال فلوس جاية من ملك هندي ديو الصياج على البساطة اخذوها المسألة وصاروا يعني يوزعوها على الطلبة وعلى الحوزة وصاروا ازم قوة اجتماعية يعني في الحوزة لما الشيخ محمم كده يوزع فلوس فالناس رحل تفون حوله وانده كلمة مسموعة مما دفع الحكومة الاثمانية لذي كل ايام الى الشك انه هاي شون الفلوس قاعد تيجي توزعه هنا في داخل الدولة الاثمانية وحاولوا ان يمنعوا السفارة البريطانية في بغداد او في طهران من صرف الاموال على الطلبة العلوم الدينية ولكن في الحقيقة استمر هذا الدعم المالي او الصرف المالي باسم ذاكي غاز الدين حيدر الملك الشيعي الهندي ومن يعني من اواسط القرن التاسع عشر الى اواسط القرن الاشرين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فاذا هناك محاولات للتدخل وقد تنجح 100% قد تنجح 50% اكل اكثر هناك محاولات عديدة باسم الخمس ايضا يعني يمكن واحد يجيب اموال تجار يأتون ويقولون نحن شيعة تجار ادنى خمس فضل يعمر مرجع هذا مرجع يصعد ويصير مرجع الدولة الايرانية الشهن الشهية ايام شه ايران اكيد كانت محاولات للتدخل من فقط محاولات وانما عملا حقيقة كان عندها رجال في الحوزة لوبيات مافيات يمكن نسميها ايضا وقد تحدث عن ذلك ايضا مفصلا وراجعوا انا اعيد كل ما تحدثت كان دور كبير في دعم هذا المرجع واسقاط ذاك المرجع وعدها ادوات مرتبطين بالسفار ومرتبطين بالبلاط الشاه الشاه اللي هو يرعى هالقضايا بعد قيام الثورة الايرانية ويمكن الدول الكبرى بريطانيا او غيرها شافت انه راح تفقد سيطرة الدولة الايرانية على المرجعية فاقترحوا على سيد الخوئي ذلك الايام في الثمانينات ان يؤسس مركزا للمرجعية مركزا باسم الامام الخوئي في لندن وفي نيويورك هذا المركز يضم مجموعة حوالي 11 13 وفي وفي واحد ايضا تحدثتوا بالتفصيل عنه هو يهيمن على هذه الجمعية وبالتالي عندما يتوفى الخوئي او اي مرجع اخر هذول 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 لاتهم فلوس ملايين مليارات الله اعلم رقم مجهول يعني يأتون الى يختارون المرجع الجديد وكيف يختارون يتفاوضون وياه على شروط عديدة واحنا ندعمك وانت نسوي كذا وكذا مثلا كما كانوا يتفاوضون على المرجع سابقا انه احنا ننتخبك مرجع بس المكتب يكون بدينا الوكلاء اللي في العالم كلهم يكونون تحت سيطرتنا فاحنا نسيطر على حركة الشيعة يعني الوكلاء والمكتب بالتالي مرجع اسمه فقط صورة لذلك مثلا ينقل عن السيد الشهرودي سيد محمود الشهرودي مرجع كان كبير في الستينات عندما عرضوا عليه هذا الامر ونسويك مرجع بعد الحكيم رجال ايران رجال فقال لهم لا أنا طرطور يعني حتى سووني المكتب تأخذوا بيداكم والوكلاء كلها بيداكم أنا شنو الدوريس بس أفتي يعني هكذا فقط فقال له أحدهم إذا ما تقبل بإمكانه نصنع من جذوع النخلي مراجع واحد كان إلى دور كبير في الحوزة فقال له هذا الكلام كما ينقل السيد حسن كشميري في كتبه هو كان حاضر وشاهد وسمع هذه القصة وموجود لا يزال السيد حسن كشميري فيكم أخذ سيد مرتضى الكشميري وكيل السيد السستاني يذكر القصة يقول أنا كنت حاضر مع والدي وجرى هذا الحديث وجرى هذه المفاوضات ولم تسفر على شيء المهم يعني في ناس يسعدون واحد ينزلون واحد ويشترطون على المرجع أنه نسويك مرجع بس تبقى الأمور بدينا السياسة بدينا المكتب بدينا أنت ما تتمكن تتكلم شيء ما تتمكن تقوم بأي عمل إلا ما تسمع كلامنا وتأخذ رأينا وهكذا فكان لإيران هذا الدور إيران زمن الشاه هذا الدور وبعد سقوط الشاه وقيام الثورة صار مركز الخوئي في لندن هو الذي يعني يقوم بدور كبير في اختيار المرجع وقد اختار السيد السيد يعني هو يعني عندما يختارون مرجع بعد وفاة المرجع السابق ويضطو فلوس يضعون تحت تصرفه ملايين فيوزع رواتب على الطلبة وعلى الوكلاء في أنحاء العالم فالناس يقولون هذا صار مرجع هذا صار مرجع يسألوا دعاية ويجيبون الفلوس إلى بعدين فالدولاب يدور دولاب المرجعية يدور وهم يتحركون كما يشاءون ويشوفون حتى هذا الموقف اللي أعتقد فرضي على السيد السستاني أن لا يتكلم عن الاحتلال طيب لماذا لماذا لم تتكلم لماذا لم تقول الاحتلال غير شرعي ويجب على القوات الملكية أن تخرج هذا شي طبيعي يعني بوش بعد شهر ثلاثة من الاحتلال يجي أعلن قال احنا الآن احتلين العراق رسميا راح لهم متحدة قال ذلك طيب كان مفروض في المرجع يقول لا احنا انتوا اجيتوا على اساس رافعين شعار تحرير العراق من صدام ويقامة نظام ديمقراطي لماذا تعلون الاحتلال لا يحق لكم انتوا تفرضوا هيمانتكم ويجبون بريمر يحكم لمدة سنة هذا ميجوز ما كان مطلوب من انته يعلن المقاومة المسلحة ما يقدر ولكن بالكلام كان يقدر لكن حتى هذا كلام لم يقله السيد السستاني مع الاسف الشديد وهذا ما يلقي شبهة انه هناك ترتيبات وعلاقات وكذا من امريكا من بريطانيا من دول اخرى حول هذا الموضوع فاذن هناك يعني اولاك وايران حتى بعد يعني بعد هذا انتقال مفاتيح المرجعية الى لندن الى مركز الخوئي هي لم تيأس يعني كانت تحاول ان تؤثر بالمرجعية واجهر جعلها ايران في ايران ونعرف السيد كاظم الحائري اللي هو كان رجل ايران يعني بالمرجعية وايضا السيد محمود الهاشمي رحمة الله عليه توفى قبل كم سنة ايضا كان جاي للنجاف ويريد يصير يعني مرجع وايران كان تدعم والدعم والان اعرف ناس حتى بعض تلاميذي يمكن او اصدقائي هم صارين ايات الله ومراجع وفتحين مكاتب ومدؤومين من ايران حتى يسوون يعني معادلات المرجعية والتأثير بالمرجعي وخطوط عديدة خطوط تتداخل في ما بعد السيستاني التمهيد لما بعد السيستاني وناس طرحين انفسهم ولو بصورة مستقلة كل واحد يقولك انا اطرح نفسي العملية السؤال السؤال كيف يعني من هي الجهة التي تقوم بتعيين مرجعية بالحقيقة ما نكون جهة معينة مو مؤسسة المرجعية الشعية ليست مؤسسة مثل الازهر او هيئة كبار العلماء اللي تدخل فيها الحكومة وتعين هذا وشيء ذاك هي ساحة مفتوحة ساحة مفتوحة مثل الساحة الديمقراطية مثلا الساحة الديمقراطية ياهل عنده فلوس ياهل عنده اعلام ياهل عنده علاقات ياهل عنده مثلا عناصر قوة اخرى شخصية مثلا يقدر يعني يدخل في الساحة وياخذ قسم من هذه الكعكة وشوفون مختلف التيارات الام وجودة بالحوزة بالعراق وخارج العراق خارج العراق هناك لهم تأثير الآن مثلا مرة واحدة مرشحين سيد محمد رضا مرشح مثلا الشيخ محمد باكر الأيرواني تعال أنت أستاذ بالحوزة تعال صير مرجع بعد السستاني سابقا كان يقولون سيد محمد سعيد الحكيم رحمة الله عليه توفى أو الشيخ الفيار أو الشيخ النجف شافوا ذال لا شياب وما علم دور كبير في المجتمع فتعال أنت يا محمد باكر الأيرواني أنت نطيك فلوس افتح مكتب وشوي لك ديوانية ويجيب الطلبة ويصير دعاية إلى ويصير مرجع شوية شوية إذا عطوا فلوس ملايين ووزع رواتب أعلى شي لنشوفه الآن في الحوزة المراجع المختلفون سواء بإيران أو بالعراق يوزعون رواتب بالحوزة للطلاب فالطلاب يعرفون هذا المرجع مثلا أنت 80% لأن راتب 80% من رواتب للحوزة هذا المرجع عنده 10% ذاك مرجع عنده 5% ذاك عنده 1% يعني يعني يعرفون هذا بعد بصير الأول فارحون يأخذون وكالات يهو المرجع اللي يصعد يأخذون وكالات من عنده يسوي لها دعاية يعني يقولون نحنا نجيب لك فلوس من الناس أخماز وإن تأتينا وكالة نحن نأخذ نسبة من الوكالة كل الوكالات الموجودين يأخذون نسبة إما نص أو ثلث أو ربع أو ثلثين أو أقل أو أكثر وبعضهم يأكلون خمس كل الوكالات على أساس هم يصرفون في مشاريعهم ومدارسهم المهم ما في قانون أيضا حتى بالأموال وصرف الأموال وحساب كتاب ما موجود فهذه العوامل المتعددة هي التي يعني تنتخب مرجعا معينا وربما يسعد مرجع يسكت مرجع يموت مرجع وهنا البعض يقول لا المرجعية المهم يهدي يعين المرجع طبعا هذا كلام بدون دليل هو أساسا المهم يهدي ما موجود حتى يعطي واحد أو يرشح واحد أو شي هذا كلام يعني يمكن يأتي واحد ونرى السؤال الآن يسأل ما هي علميته وشو أننا أعرف هذا عالم وليس عالم أصلا ما هي عقيدته أنا أطرح السؤال قبل ذلك ليس لس الثاني لكل من يدعي المرجعية الناس يجبون يقلدون وصير دعاية أنه هذا صار مرجع أعلى طيب شو أنه عقيدة هذا المرجع هل هو فعلا يتبع أهل البيت حقيقتين فكرة وعقيدة يتبع القرآن أو واحد من الغلات المفوضة الملعونين على لسان اللعيمة قد لنظريات كفرية شركية بعضهم وصير مرجع ما حد يسأل ما حد يقول لها شو أن عقيدتك زيان أنت مجتهد في وعدة أنت مجتهد في نظريات الإمامة تؤمن بالنظريات الإمامة وأنت مجتهد فيها تماما أو بالتقليد ما أخذها مقلد يعني إذا أنت مقلد في عقيدتك مقلد في نظريات الإمامة ومقلد في وجود الإمامة المهدي كيف تصير مشتهد كيف تدعي المرجعية كيف مرجع فقط في الفقه والأصول وبعضهم الدعون المرجعية وحتى ما درسين أصول ولا يبحث في الأصول ولا يبحث في المرجال ولا يبحث في التاريخ ولا يبحث في العقيدة يقولك أنا مرجع الآن أنا لا أسمي الآن روح أسألهم أنتو أسألوا أي واحد المرشح المرجعية قلوا لها شنو أدلتك على العقيدة الفلانية أو وجود الإمامة الثانية عشر أو مثلا يدعون النيابة العامة منين جبت النيابة العامة تبدعيها شنو دليلك على أن أنت نائب عام عن إمام مهدي فرضيات خيالية قائمين عليها يعني كل المرجعية أصلا المرجعية بكلمة أخرى أقول لكم بصراحة المرجعية في المذهب جديد غير المذهب الإمامي وغير المذهب الاثنى عشر المذهب الإمامي يقول القائد الإمام يجب أن يكون معصوما معين من قبل الله تعالى يعني من قبل الأم السابقين طيب والإمام الثاني عشر هو مثلا هذا الإمام الله معين زيان المرجعية الآن ما موجود لدينا أم ولا الإمام الثاني عشر موجود حتى يحكمنا فالمرجعية اطورت نظرية المرجعية اطورت إلى أن تحل محل نظرية الإمامة يقول لك هذا العالم المجتهد يعني يفترض فيه الاجتهاد وهو غير معين من قبل الله وهو غير معصوم ولكن أنه عنده صلاحيات الإمامة كما كان يقول الإمام خميني يقول هذا المرجع معين ومجعول ومنصوب من قبل الإمام المهدي فإذن عنده صلاحيات الإمام المهدي صار وصلاحيات الإمامة وصلاحيات النبي بعدين يعني سوى نفذ مذهب جديد اسم المذهب المرجعي والمراجع حلوا محل الإمامة اللي كانوا سابقا عند الشيعة الإمامية السابقين قبل ألف سنة وزولة ما معروف كيف ينتخبون من ينتخبهم ما هي علاقتهم مع الناس هل إذا يعتمدون مبدأ الشورى أو لا يؤمنون بالنظام الديمقراطي أو لا يؤمنون أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع يعني هذه مرحلة إحنا اتطورنا إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يتطوروا واخترعون لهم مذهب جديد والآن في انتقال إلى مذهب آخر اسم المذهب الديمقراطي يعني نحن مسلمون ديمقراطيون نؤمن بالشورى نؤمن بالدستور نؤمن بانتخاب الرئيس بمواصفات معينة سواء كان فقية أو غير فقية هذا اختلاف بين إيران والعراق الآن ولكن لا ندعي أنه معصوم وبالتالي أدنى في النظام قديم للنظام المرجعي والنظام الديمقراطي النظام الديمقراطي واضح الآن بالعراق ناخد مثل هذا النظام الديمقراطي في تدخل دول كبرى إيران وغير إيران سعودية وتركيا وبريطانيا ومريكا كلهم يدخلون في انتخاب القائد محاولة التأثير على انتخاب القائد ربما يأتي قائد وطني مستقل وربما يأتي واحد تابع أو خاضع أو منسق أو متعاون أو متفاهم مع هاي الدولة أو تلك أو مع مجموعة الدول حتى يحكم واضح التدخل الأجنبي في مسألة القيادة لأنه رئيس في العراق أو رئيس وزراء هذا شيء مهم جدا وخطير جدا ويأثر على حسابات الدول الإقليمية والدول الكبرى فلا يترك هكذا بسلام إنما يحاولون التدخل على الإعلام حتى الفيسبوك يدخل حتى الفيسبوك اللي بيد أمريكا يحاولون من خلاله التدخل إحداث ثورات إحداث انتفاضات مظاهرات دعايا لهذا دعايا ذاك هاي كلها يعني تدخلات مرصودة ومعروفة وموجودة المرجعية اللي كانت هي قيادة الشيعة قبل ما يحصل هذا التطور الديمقراطي أيضا بريطانيا وإيران طبعا والعراق سيدام حسين أيضا فكر بالمرجعية يعني مرجعية السيد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه لم تكن مدعومة مصدام طبعا كان مدعومة هو أعلن ذلك وقال حتى المبلغ اللي يعطوه كل شهر ثلاث ملايين دينار يضطوه ذيك الأيام في تصريح لسحيفة الحياة في سنة أربعة وتسعين يعني السماح له بالعمل وضرب المراجع الآخرين ودعمه يعني يتفاوض هذا نوع من الدعم و حتى سيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه أيضا كان هو متفاهم خلال السبعينات قبل حدوث الثورة الإيرانية واتخاذ موقف عنيف من النظام هو كان متفاهم مع النظام العراقي أنه مثلا يبتعد عن حزب الدعوة لذلك عندما اعتقل وقادة حزب الدعوة الشيخ عرب البصري ومجموعة في سنة 72 وحكموهم وأعدموهم سنة 74 اعتمدوا على فتوى من سيد محمد باكر الصدر أنه لا يحق أو لا يجوز لطلبة العلوم الدينية الانتماء للأحزاب الإسلامية فجابوا هاي الفتوى بالمحكمة وأنا عندي صديق كان في المحكمة موجود وأخبرني بذلك وهو موجود لعن في كربلا سيد نوري أو سيد ضياع اسمه الأمين محمد أمين هذا كان موجود بالمحكمة وحكم بالمؤبد هو وحكمته أنا بالأعدام أيضا في نفس الوقت قال أنه جاب القاضي أنه هاي الفتوى سيد محمد باكر الصدر يقول ميجوز الانتماء ليش أنتم منتمين فحكموهم بالأعدام وقال الشريف الشهيد عارف البصري بأنه هاي الفتوى كسر الضحف علي حال يعني كان فيه تنسيق يعني المرجعية حتى لو واحد مثل سيمحان باكر الصدر أو محمد الصدر ولا نشك بإخلاصهم ولا نشك بصدقهم ولا نشك بيه سنة تقريبا أنه تعال أنت تعال تعال أخويا إحنا ندعمك ما تريد ما تريد بس أترك إيران سيد محمد باكر صدر فضع لك وأفتى بحرمة الانتماء لحزب البعث فقتلوا واستشهد رحمة الله عليه فالمرجعية دائما هي قوة موجودة بالبلد إذا حكومة قوية بالعراق أو حكومة قوية بإيران أو في لندن أو في أمريكا تحاول التأثير على هذا المنصب القيادي ما تترك يروح الناس هما يكونون يختارون المرجع حسب ما يردون تأثيرات متعددة إعلامية ومالية وسياسية وألاقات عامة ودعايات وكل شي موجود هذا في مسألة المرجعية خلينا نشوف لأولئكات ما أريد طويل عليكم كثير الأخ سمير الهادي يقول بريطانيا وإيران غاية تعين تعينهم التجهيل والتخدير أياد حسن يقول أسفت خاطب سمير الهادي هكذا نفهم حياتي رجل لا ينحني يقول بريطانيا التي تعين فلو كان بيد الشيعة لجعله مرجعا عربيا على الأقل ما يهمها بريطانيا رجل عربي فارسي المهم يمكن يمكن تتفاهم إياه أو يخضع لها ما أقول المراجع كلهم يخضعون ولكن في مفاوضات محمد علي هاشم يقول شنو هاي النوبة ما البريطانيا تعين المراجع متعجب من الموضوع إلى هذا الحد وصلنا يعني جدا هذا بعيد عن ذهنه عباس جمهور الغنامي يقول وباعتبارك ابن الحوزي خاطبني وأمضيت نصف أمرك فيها وكن معاصر لأغلب مراجعها لماذا تجيبه أنا جاوب تلعان عمار الخزاعي يقول وهناك أدنى درجات الإجبار على تقليد معين المكلف هو من يختار مرجع تقليده على وفق آليات محددة ومنها شهود أهل الخبرة بالأعلمية والورعي والتقوى للمرجع ولا يوجد من يجبر شخصا على اختيار مرجع بعينه وإنما الأمر كله بالاختيار هذا شيء مثالي يا أخ أمار الواقع ليس كذلك يمكن المرجع يكون فعلا ورع ومتقي وعالم وأعلم العلماء بس العملية المرجعية غير المتقوى والمرجعية فيها حسابات سياسية ودور للمال ودور للدعاية والإعلام لماذا هذا يسقط لماذا ذلك يرفع في مسألة ما في شورى ما في مجلس شورى يجتمعوا أساتذة الحوزة مثلا أو طلبة العلوم الدينية كل مكان ويختارون شخصا معين حتى المراجع الموجودين أدنى عشرات المراجع لماذا لا يجتمعون ويقولون هذا مرجع الأوحاد وإحنا ننتخبئ لأنهم يتنافسون بيناتهم كل واحد يقول أنا ومو غيري وما يقبل يخضع لواحد ثاني شوفوا أنتم المراجع الوكلاء الصغار نعم يمكن يساولون دعاية لهذا بس الطرحين أنفسهم المرشحين للمرجعية ما يقبلون ولا يجلسوا مع بعض حتى ينتخبوا واحد فهذه أهل الخبرة وما أهل الخبرة كلها دعايات دعايات هذة يساول لها دعاية ذاك ما يساول لها دعاية يعني هذول يلعبون دور مافيات ولوبيات وأورع وين ألمه وين تقوى ما نحكى عن تقوى تقوى مسألة بينه وبين ربه ما نقدر ندخل فيها بس العلم شنو العلم ماهل مثلا شنو كاتب شنو باحث شنو مسوي شنو جايفة شي جديد مثلا أو نفس كوبية مسوي على الرسالة العملية والأحوض كذا والأحوض كذا مافي وين العلم لو كان علم موجود كان يطور و صدقوا أنا أعرف بعض المراجع سيد محمد الشرازي أنا قلت عنه الله يرحمه مرجع خمسين سنة هو مرجع ولكن ما كان مجتهد حقيقة ما مجتهد لا في العقيدة لا في المهدي لا في الأصول ولا في الرجال ولا مساعد فقية مثلا سطحية وبعض المراجع اللي الآن دعوا طرحي نفسهم مشكوكم في عقيدتهم مثلا هذا نبحث آخر محمد توايا توايا معرف شنو أقرأ يقول فعلا سؤال محرج كثير من الرموز الدينية لا أحد يقف عنده مشروعية تقليدهم وأتباعهم أو اتباعهم أبو عبد الله العراقي يقول شغل بريطاني كله عن نعم ما نقدر نجزم ونعمم بالحقيقة لابد احنا نخلي الأمور شوية هناك تأثير هناك محاولات هناك دور لمختلف الأفريقاء ولكن لا نقول بهالصورة هذه يعني شوفوا مثلا انتخاب المرجع الأعلى في إيران القاعد الإيراني هناك مجلس خبراء اسمه مجلس خبراء القيادة 88 فذولا ما حد ما يشوق فيهم يجلسون إيرانيون ما في تدخل أجنبي عليهم كلهم معرفون للدولة الإيرانية ينتخبون المرجع اللي يردوا هذا انتخاب يعني سليم ولكن في العراق المرجع الأعلى صار فلان نزل فلان ما تعرف شنو القصة فهنا في لعب أكيد في لعب أبو مرتضى مشفق يقول بالرغم من أن طريقة انتخاب المرجع مبهمة عندنا لكن ذلك لا يعني أن نستنتج بلا أي دليل أن انتخابها يكون من بريطانيا أو غيرها العاقل لا يعطي رأيا بقضية لا يعرفها لا يسرع الواحد فعلا لا يسرع ولكن أحيانا واحد يشوق لماذا هذا الموقف لماذا ذلك الموقف لماذا مثلا واحد يعلن المقاومة واحد يقول لا مثلا نحن نسكت ونرحب ونعتبر المحتلين ضيوفا مثلا هذا كلام خطير وكلام مثير ومحرج فعلا ملاذ شهاب يقول لخاطب أبو مرتضى يقول ليش مؤسسات المراجع في لندن وجوازاتهم وأبناؤهم وأملاكهم وملياراتهم وعلاجهم في لندن وهاللندن محبة للمسلمين إسه هذه شغلة أخرى هذه شغلة شخصية مو بها الصورة هذه الأخي يقولها المهم يعني خالد الجاف يقول تاريخ أول تكوين الحكم في العراق من قبل بريطانيا جلبت أشخاصا من الخارج هند و باكستان وأوغلتهم في الحكومة أوغلتهم يعني وبين المجتمع الذي كان يجهل كل شيء من بدأت القصة كنا ذلك احنا بالقرن التعاشر عشر هي أيضا أرسلت ناس محمد عبد القادر يقول المخابرات الأقليمية منذ سبعين سنة وكلهم من أصول ليست أراقية يعني حتى إذا أراقي يعني أحسر شريف رح يصير مستقل رح يصير وطني بالضرورة يعني في ناس قد يكون أراقيين وبايعين أنفسهم كما في السياسة كذلك فيما يسمى المرجعي المرجعية مثل السياسة ما في فرق صدقوني بس هذولي لابسين عمائم ولحة واسمهم مراجع دينيين وبالسياسة أحزاب عادية مدني لابسين بدلات عادية ما في فرق وما بشر كلهم بالتعليم ما في خلاف لا تصور يعني هذا معمم وهذا غير معمم نفس الشيء التدخل إذا أجه ومو يعني كل واحد رح يكون ملك من الملائكة علي العجيل يقول الآن لا يوجد مذهب جعفر الصادق إنما من يقلد الشرازي فمذهبه الشرازي ولا يأخذ الفتوى إلا منه وكذلك بقية المراجع ولهذا فمذهبنا وديننا هو دين ومذهب المراجع هذا ما قلته قبل قليل وقلته سابقا في المحاضرة وإلا لو كان مذهب جعفر الصادق لم تفى تقليد المراجع إنما هم علماء يصيبون ويخطئون ونحن نجتهد كما هم يجتهدون نسأل مسألة أخرى محمد فياض يقول اللغة العربية تحتضر ملاذ يقول بانتظار الجواب أحمد الياسري يقول شروط التقليد عند الشيعة يروينا رواية يروينا رواية يقول عن أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن أبي محمد العسكري هذا كان في القرن السادس والإمام العسكري في القرن الثالث يعني 300 سنة فرق بيناتهم يروي رواية عن فلان يروي هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء صاعنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوامي أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض الفقهاء الشيعة لا كلهم فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كراما وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقه يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم وآخرون يتعمدون الكذب علينا الحديد من وسائل الشيعة الحر العاملي جزء 27 صفحة 101 ويكرر مرة ثانية وأنا علقت عليه قلت هذا أحمد بن علي طبرسي توفي سنة 560 وهو كان يعتبر فقيها ومحدثا ومتكلم شيئيا في القرن السادس الهجري صاحب كتاب الاحتجاد في الرد على أهل اللجاة ومن معاصري الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان هذا شخص آخر وأستاذ ابن شهر أهشوب المازندراني لأيضا عنده بعض الكتب فهذا الحديث اللي يرويه طبعا أنا قريب بشكل مختصر هنا الحديث مفصل إضافات فيه عليها والحديث مو مسند وأساسا حتى يعني يمكن الشيخ الصدوق ينقل قسم من عنده عن إسحاك بن يعقوب وإسحاك بن يعقوب عن واحد أحد النواب الأربعة ورواية مشهولة العلماء المحققون الشيعة ما يعتبرون هاي رواية كثيرة ما يأخذوها تماما لأنه لا سند بيها ولا متن بيها ولا شيء وبعدها من كان من الفقهاء وأما الحوادث الواقع ذيك رواية أخرى وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواية حديثنا كانت في الأهد الأخباري في القرن الثالث والقرن الرابع الشيعة كانوا أخباريين فقط يرون روايات لذلك علي بن بابوي القمي قال في كتابه فقط اعتماد على الأحاديث كان يفتي بالأحاديث بنص الأحاديث ما كان هو يجتهد بعدين فتح باب الاجتهاد فهنا جايشنه وأما من كان من الفقهاء هاي تطور صار والحديث بناء على هذا تطور استحدث صار أن النفسي يحافظ هاي كلها مثاليات شروط مثالية أما على الواقع تعال شوف هذا المرجع دي نافس على المرجعية ولا لا يضرب المراجع الآخرين أو لا إذا واحد مثلا نافس على الخمس أو نافس على كذا شي سويلة يعني هل الألاقات ودية وأخوية وإسلامية وأخلاقية بين ما يسمى المراجع أو فيه يعني طبعا ما يظهر للعام ولكن من تحت لتحت فتاوى ضد سيد محمد حسين فضل الله لأنه مثلا ما عجبهم هذا وصاري نافس مع الخمس فبالحقيقة يعني المسألة مشكلة شوية يعني صحيح في محاولات في ناس مخلصين ناس مؤمنين صادقين أنا لا أم في ذلك في الحوزة ولكن في نفس الوقت في تدخلات والمرجعية ما إليه علاقة بالألم الألم شيء واحد عنده ألم لو ما عنده ألم يمكن أن يصير عالم يصير مرجع وواحد عنده ألم ما يصير مرجع لأنه ما عنده فلوس أو ما عنده دعم أو شئمها القبيل والتاريخ طويل التاريخ المرجعية طويل صار لـ 200 سنة تقريباً أو أكثر وأنا عندي ملف خاص في الموقعي ملف المرجعية أي واحد يكتب أحمد الكاتب ملف المرجعية يكتب في اليوتيوب يطلع على ملف كله وفي تفصيل هالنقاط اللي تحدثتها وتحدثت عنها في تفصيل إذا أحد حب المزيد من التفاصيل في هذه الأمور وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة أخيرة أنه دور الناس في المرجعية انتخاب المرجع مو يعتمدون على ما يقول الخبراء وأهل الخبر يعني نخلي إحنا يعني يكون لدينا دور في محاسبة المرجع إذا ما كان لدينا دور في انتخابه فدور في مراكبته ومراجعته ونقده حتى وما تؤمن بهذا الحديث الراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله هذا حديث مكذوب مو صحيح مو كتشي هو ناس إنسان عادي قد يفتي قد يخطئ يشتي فإحنا لازم ننظر وما نقلد أحد التقليد حرام وقبيح ومدموم وغير مبرئ للذمة على كل إنسان أن يبحث ويشتهد وينظر ولا يقلد أحدا السلام عليكم ورحمة الله وهذا أخي يدق علينا يبدو خلاص وقتنا يعني